مرحبا أنا عمار وهذا الفيديو هدية لكم هاي عمار is here and this video is a gift for you العايز جملة مفيدة قول لي جملة مفيدة عشان أفهمك إذن كما قرأتم واستمعتم النص الأول باللغة العربية Arabic النص الثاني باللغة الإنجليزية English لكن النص الثالث بالكتابة التصويرية نقصد بها الكتابة باستخدام البيكتوغرامز وهذه كلمة مأخوذة عن اللاتينية ومركبة من جزئين الجزء الأول هو بيكتو وتعني باينتد أي مرسوم أو مصور وكلمة جرام وتعني ريتن بمعنى مكتوب أو معبر عنه فيكون في الإجمال معناها التعبير بالصور أو الرسم التصويري الرسم التعبيري وإليكم بعض الأمثلة هذا الرسم التعبيري معناه مرحبا وهذا معناه شريط فيديو أما هذا فمعناه هدية الانتقال من النص العربي إلى النص الإنجليزي هو ما يصطلح عليه رومان جاكوبسون بالترجمة خارج اللغة الواحدة أما الانتقال من النص الإنجليزي أو العربي إلى الكتابة التصويرية فهو ما يصطلح عليه جاكوبسون أيضا بالإنترسيميوتك ترانزليشن أي الترجمة السيميائية التبادلية وهي نقل المعاني من نظام لغوي إلى نظام آخر يختلف عن الأصل تماما بمعنى الترجمة بين نظامي إشارة مختلفين ومن أمثلتها مثلا ترجمة الروايات إلى أفلام أو التعبير عن خطاب منطوق بلغة الإشارة وهكذا ويندرج تحت الرسوم التعبيرية بيكتوغرامز نوعان اثنان الأول إيموجي وهي الصور الرمزية والثاني إيموتيكان وهي تعبيرات الإنفعال أو أيقونات العاطفة فما الفرق بينهما الإيموجيز هي أيقونات تعبيرية جاهزة وملونة مثل هذه أو هذه أما الإيموتيكانز فهي أيقونات ترسمها أنت باستخدام لوحة مفاتيح هاتفك أو حاسوبك مثل هذه أو هذه سنويا يختار طاموس أوكسفورد للغة الإنجليزية كلمة السنة وفي سنة 15 بعد الألفين كانت المفاجأة كلمة السنة لم تكن كلمة وإنما كانت الإيموجي الضاحك لا غرابة في القصة وإليكم التفاصيل في سنة 2015 تعاون القائمون على قاموس أوكسفورد للغة الإنجليزية مع الشريك العالمي لتكنولوجيا الهواتف النقالة سويفت كي وكان الغرض من هذا التعاون هو أولا استكشاف مدى تداول الصور الرمزية إيموجي بين الناس ثانيا إحصاء الصور الرمزية الأكثر استخداما فاحتل هذا الإيموجي الرطبة الأولى بلا منازل وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على أن اللغة كائن حي فهي تولد تنمو وتتطور ثم تسافر خارج حدود الثقافة التي تنتمي إليها لتطلاقها مع اللغات الأخرى فتأخذ منها وتمنحها ثم بعد ذلك تبتلى وتبلى لتكبر وتشيخ ثم تموت وتندثر وإن للتكنولوجيا النصيب الأكبر من التأثير على اللغة ويذكر ديفيد كريستل عالم اللسانيات المعروف في أحد كتبه مصطلح سال لينجويستيكس وقد استحدث هذا المصطلح انطلاقا من كلمتين كلمة سال زائد كلمة لينجويستيكس سال هي كليب أو قص لكلمة سال فون بمعنى الهاتف الخلوي وينجويستيكس تعني اللسانيات يعني المعنى الإجمالي لهذا المصطلح هو لسانيات الهاتف الخلوي في إشارة واضحة منه إلى التأثير الكبير للتكنولوجيا على اللغة وقد يكون تأثير التكنولوجيا علينا أكبر منه على لغتنا كيف ذلك؟ إن استخدامنا غير العقلاني لهواتفنا الذكية وإدماننا المفرط على وسائط التواصل الإجتماعي يجعل منا انطوائيين إلى درجة الأنانية كيف تكون أنانيا؟ إنك بهذا الإدمان تعزل نفسك وتقطع كل علاقاتك مع الآخرين وهنا تحضرني كلمة مستحدثة في اللغة الإنجليزية قرأتها منذ مدة هي كلمة سيلفش الكلمة الأصلية هي هذه بي أس في أولها وليس بي سي ولكن المستحدثة كانت بي سي لأنها مركبة من كلمتين سال زائد سيلفش سال هي قص لكلمة سيلفون وسيلفش تعني أناني فيكون المعنى الإجمالي لهذه الكلمة المستحدثة هو الشخص الأناني نتيجة الإدمان على الهاتف الذكي الرناني ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة